السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا الفيديو سوف نحاول أن نصلح هذه الطابعة هذه الطابعة من نوع ليكس مارك قال للمستعمل هذه الطابعة بأنه عندما يربطها بالتيار الكهربائي الموجود بالمنزل تنقطع الكهرباء عن كافة المنزل هذه الطابعة من نوع ليكس مارك كما قلت سلفا يبدو أن هذا الكابل جيد لقد قصته بالأفوميتر يبدو أنه جيد هذا النوع من الطابعات دو جودة عالية رغم أنها قديمة نوعا ما لاحظوا معي كل شيء عادي هنا لقد فحصتها من الخارج جيدا يبدو أن كل شيء عادي لاحظوا معي كل شيء عادي كل شيء في مكانه إذن يجب علينا أن نفحصها من الداخل ونقيص المكونات الإلكترونية الموجودة بالداخل إذن سوف أكون مختصرا أو مختصرا قدر الإمكان للمراحل فتحتها هنا أزلت كل البراغي لكي نصل إلى لوحة التغذية إذن أول شيء يجب إزالته هو هذا المكان الذي تكون فيه الأوراق البيضاء هو يوجد أسفل الطابعة سوف أزيله هكذا يزال بسهولة بدون أي براغي بعد ذلك سوف أزيل هذه البراغي سوف أنزع هذه البراغي لكي أصل إلى لوحة التغذية أو أليمونتاسيوم هذه البراغي أيضا يجب إزالتها هدف هنا هو إزالة هذا الغطاء لكي نصل إلى لوحة التغذية سوف أختصر هذه المراحل أزلت هذا الغطاء بعد ذلك سوف أزيل بعض الفيشات أو فيشتين موجودتين هنا سوف أزيلهما هذه الفيشة الخاصة بطنير أيضا يجب إزالة هذه الفيشة باللون الأحمر وجدت صعوبة في إزالتها وأخيرا سوف نصل إلى لوحة التغذية لاحظوا معي سوف أزيل هذه الغطاء لكي أصل إلى لوحة التغذية هذه هي لوحة التغذية للوهلة الأولى ألاحظ أن هناك أطر للسخونة هنا سخونة البردة لابد أن بعض المكونات هنا سوف تكون تالفة لاحظوا أيضا أن هذا المكتف الكيميائي منتفخ 400 فولت 150 ميكرو فارد سوف أقيسه أولا قبل ذلك يجب إزالة بعض البراغي لكي نفكه ثم نقيسه خارج البردة إذا في انتظار فك كل هذه البراغي لا تنسونا من اقتراحاتكم وتعليقاتكم البناء لكي نستمر في تصوير المزيد من هذه الفيديوهات ويستفيد الجميع أول شيء يجب فعله هو فك هذين المكونين من البردة لقياسهما من جديد لكن قبل هذه العملية يجب تفريغ هذا المكتف تفاديا لأي سعق للكهرباء سوف أزيله ثم نقصه خارج البردة لكن قبل ذلك يجب أن نقيس الكابل المسؤول عن إدخال الطيار الكهربائي إلى الطابعة هذا هو الكابل أنا قصته يبدو أنه جيد وليس به أي مشكل بعد ذلك سوف أقيس البريدج أو القنطرة لتنعيم الطيار أو كما يسمونه بالإنجليزية أو بالفرنسية سوف أبحث عن أي شورت محتمل إذا هذا هو المناعم يبدو أنه به شورت لاحظوا معي جيدا هنا أربعة أرجل هناك شورت كما تلاحظون إذا هذا مشكوك في أمره يجب إزالته أيضا وقياسه أو قياسه خارج البردة سوف أزيل أول شيء هو المكتف أو البون سوف أزيل هذين مكونين باختصار لكي أقصهما خارج البردة أنا قصته قبل ذلك الصهيرات أو الفيزيبل كلها جيدة إذن أزلت هذا البون أو هذا الجسر سوف أعيد قياسه خارج البردة نضع مؤشر الأفوميتر على الديود لاحظوا معي هناك شورت يجب استبداله غالبا في مثل هذه الحالات تتلف أيضا الصهيرات أو الفيزيبل لاحظوا معي هذا المكتف أنا أزلته من خلال الملاحظة فقط هو تالف أو جاف يعني فقد المحلول الحمضي الموجود بالداخل ويبدو أن سبب تلف البون هو هذا المكتف تلف هذا المكتف يسبب الكثير من المشاكل سوف أستبدله بهذا لا زال جيدا ثم سوف أستبدل البون أو البريدج أيضا بعد استبدال هذين المكونين يعني البريدج والمكتف وكذلك صهيرة شغلت الطابعة وها هي تعود للعمل من جديد إذن تصليح هذه الطابعة استغرق ساعتين على الأقل لتأكد من كافة المكونات الإلكترونية وجدت أن هذين المكونين فقط هما تالفين إضافة إلى صهيرة أو فيزيبل إذن عادت الطابعة لتشتغل من جديد إذن إلى هنا أصل إلى نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة إذا كنتم من زدود مرحبا أيضا بتعليقاتكم وانتقادتكم البناء شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله